صباح الخير يا برج الحمل نخش على الطاقة العامة على طول انت تغيرت مش تغيرتي للأسوأ انت تغيرتي للأحسن فجأة بدون أي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هادية طبعا ما بعبش على الزنانين خالص اوكي عشان مصمحتش يجي يقول لي يعني بتزن من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها بندي مثال تاني ما كنتيش محجبة اتحجبتي تغيير عموما يعني او كنتي محجبة قلعت الحجاب بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك بقيت تهتم بحالك فهو استغرب ايه ده ايه التغيير المفاجئ ده وانا جاي يمشي تقومي متغيرة بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على الحياتك وان انت مبسوط جدا ومفيش حاجة هتمشي همشي هتبعد هبعد هتروح لطرف تالت هروح لطرف تالت مش لازم الطرف التالت يا جماعة يكون خيانة ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة ولكن اذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كف مش كويس فانا عايز اسيبه عشان العلاقة كانت ببايزة فانت اتغيرت يا برج الحمل اتغيرت وما بقتش بتاع زمان ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون ممكن تكون مثلا كان كل ما هيجي يمشي تمسك فيه مثلا ما بقتش كده بقيت يتمب نفسك وتسيب كل حاجة بقى ورا دهرك حرفيا وانك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لورا عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وانا هفضل كده لأ طب خلي بالك بقى انا عندي طرف تاني يالله يا عمس مفاجئة مش كده مفاجئة طب هو شايفك كده انت شايفه ازاي بقى بص بقى فيه اختلافات مبينكو على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير انت شايفه انه هو شخص مش عايز اقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة بدون ادنى مقدمات فجأة 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 رحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة اربع وصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلبت قلب سوري قلب الصبحة في السنة في السنة قلب عليك انت شايفه شخص ايه ده ايه اللي ايه اللي خلاك تعمل ده كله ما انتش فاهم عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق انت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقة انت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك ما نور لو هو قفل عليك عملك بلوك وكده كله حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدم لك عرض وممكن تكون مثلا قلتله بالليل انا متقدم لي واحد ام عملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير مشي انه شخص عنيد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا اصلا ميقبلش حد يهزمه ومقبلش حد يقوله انا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على فكرة فانت شايف انه هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد علي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستقرار كل حاجة وقع كل حاجة وقع الروسيان دي خليها رملة لا ومع ذلك هو ما شايفك ان انت شخص اتغيرت بس هو اعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف تالت بقى السيناريو ده لو هينطبق عليكم هو شعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده مش ليه هو خالص طيب فيه اختلفات ما بينكم مش عارفة علي اختلفات دينية ممكن 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 تبقى اختلفات دينية ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي يعني فكرية ممكن تبقى اتنين من شبه بعض ولكن اختلفات فكرية طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملو بص بقى بص بقى وركز معايا الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش حتى الان هو حتى الان محتر بسوء عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى كفاية ما هو فيه صراع ما بينكم تقريبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض تتتخنقوا حاجة زي كده يعني يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معاك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بس بكل بساطة لكن هو قل لمونيته انه ينهيز الصراع سواء كان ببداية معاك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مشي من العلاقة مرة واحدة وانت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمل مش زار وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل اوي على فكرة وعندك مشاعر تغيير عايز تتغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايو ايو انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعنى الحرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه يعني هي فيها استقرار فيه اتنين اهم وقفين اهم مبسوطين بس فيه حاجة جوه العلاقة ديك هتنقص ممكن تكون انت كنت مش فاهمها او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان فيه ثوبك الجديد عايز تتغير وده فعلا بص مع المشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هيشوفك يقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمال عايز تستقر عايز ممكن نقول ايه عايز تتجوز وتبتلي بداية جديدة بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى ترتاح وتقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناء الفاضية دي تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه يروح داحك كده ومش يرادد عليك طب ليه عام بتابت معي كده اول مش طيق مش عايز اشوفك تاني مثلا وعالفكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارف عندك طرف ولا هنشوف النصيحة في الاخران شوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك انت عايز تستقر انت عايزة تبقى ام عايزة تتجوزي اذا بالضبط انت عايزة تتجوزي انا مش بغزة والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده مكانش واضح بالضبط الشخص ده مكانش واضح معك كان فيه غموض من ناحية مشاعره ما كنتش فاهمه هو عايز جواز ولا عايز لعب عياله ولا انت عايز ايه بالضبط مش راضي يوضح لانه فيه طرف تاني في العادية العلاقة فيه طرف السورية الثالث عشان كده ما كانش واضح وانت مش فاهم هو بيعمل كده ليه وعادين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه ايه يا عم عملت اخرج وتيجي تخرج وديجي انت انا تويت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرته ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص انت ممكن تلغيه تمسحه باستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي هنشوفه تاني انت جايلك عرض خطوبة عرض زواق صريح فيه شخص جاي يقولك تعالى تعالى بقى انا متقدم لك وشخص حلو قوي انت عايز تستقر عايز تستقر وتتقدم للامام وتترك تلك العلاقة تترك تلك العلاقة فا فا لكن هو هو عايز اخد قرار الشخص ده متردد وعنيد وما بيرساش على بر ويتعب هو تخصص تقلبا كده بيتعب اللي حواليه وخلاص بس يغش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي يديك شوية مشاعر يحسسك بان انت ملكت الكون في ايدك وبعد كده يجري يا عم عايز ايه انا معرفش عايز ايه انا معرفش عايز ايه انت ممكن تكون بتتعامل مع برج برج الحوت القوس برضو وبرج هوائي وبرج مائي وبرج الدلو وبرج اه برضو ايه هنشوف تاني والسرطان السرطان والطور السرطان والطور طيب هذا الشخص بقى وده الغريب بقى ده الغريب اللي انا عارفة ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقل الشخص ده ممكن يكون بيين لك بيين لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف تالت وكلام ده ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله اه علاقة زا ستار وعلاقة جميلة جدا وتحقيق امنيات هي كانت امنية امنية في ايه بقى هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة والله مش هزاري انت ممكن تكون مش شايف ده وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحم عشان كده مش رادي يرسك على بر انت كل ما تقولوا احنا هننهي ولا هنرجع فهم مش عارف محتار لانه هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكالز انت حقيقة في حياته انت حب وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حاجة حلوة هتبقى علاقة مصمرة شايف كده هي كانت امنية بالنسبة له هذي العلاقة هو شايف كده دي وجهة نظره انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات بالزبط زي ما قلتلك في حاجات فيها ندم فيها ندم في شخص بيدي ويجري شخص بيندم اللي معاه لانه دخل معه علاقة اصلا هو ده المعنى الدقيق يعني وشايف ايه كمان بالزبط انت شايف انه هو كان معلقك وكان ما كنتش فهمه ايوه هو شخص مش مفهوم غامض شخص غامض شخص غامض مش مفهوم شخص متحكم قوي مسيطر ويحب يسيطر علي معاه قوي ويمشي على كيفه وانا غامض وهفضل غامض انت متتحكميش فيا لو راجل انت متتحكميش فيا ولو وست ما لكش دعوة بيا انا قرر وقت ما قرر وكان معلقك معاه وهو بارد شخص بارد ما بيحسش اوكي انت عايز تمشي بقى عايز تبص لحاجة تانية انت بصص لحاجة تانية مش بقولك انت في حد ما قدمك عرض انت بصص لشيء تاخلي عايز تمشي وترحل من هزيلة بقى ممكن يكون لان هو شايفة كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معاك بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة ولكن لم يقرر بعد ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص طيب النصيحة ايه بقى طيب بص هيبرج الحمل والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به العلاقة دي علاقة سلسية اوكي اه طرف ده عنده طرف تاني عنده طرف تاني ماشي اه وانت عندك عرض في حد مقدم لك عرض اوكي النصيحة بتقولك امشي بقى من وجع القلب ده انت موجوع على فكرة موجوع مش ظهر فامشي بقى من وجع القلب ده واخد قرار حازم بالرحيل خد قرار حازم انت مش عارف انت كمان محتور خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى بالزبط لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل روح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعيت لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك دكرتك ارجع بقى لاصلك والذاتك وقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب شخص ده هيفضل يروح وييجي يروح وييجي ومش هيستقر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا مشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني فيه حد تاني احسن فيه حد تاني احسن لاكتر ولا لا الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو فيه عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متأكدين هلا هناك عرض اخر هنت عايزة تنزلي اه اه اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي على الاستقرار ارتوقم الروح يا سيدي يا سيدي يا سيدي يلا يا عم بست خطوبة انت عايزة تتجاوز مش بقل لك انت عايزة تتجاوز او انت عايزة تتجاوز اصلا مش لازم تكون دي سيدي يعني لو راجل بيتفرج انت عايزة تستقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزدي ده جزدي اصلا فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول خش عليها وقل لها مساء الخير مساء الخير فضلك كوباية يلا انطلق يا برد الحمل انطلق هذه العلاقة فيها وجه قلب الشخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته كانت نجمة وهو وهو ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه انا ماشي انا ماشي همشي لعلاقة تانية انا عايزة استقر عايزة اتجاوز عايزة راحة مش عايزة وجع قلب عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل مش عايزين ده ده وجع قلب ارحل من وجع القلب انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل هعتبره مقلوب هعتبرك هبت وعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وترحل من هذا الشخص. ترحل منه تماما. اوكي? خلينا متفقين على كده. خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص. فيه تو امروح جايلك. فيه تو امروح جايلك. فيه شخص تاني هيجيلك. لكن هذه العلاقة علاقة ثلاثية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب. او دخل في علاقة تانية. احتمال وارد. احتمال ما تكونش ازعكتكم. واتمنى ما يكونش. يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو. يعني ده كارتك. راح فين كارتك? انا عايزك تبقى شبه الراجل ده. ده كارتك اصلا. انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خدوا عشان ده توقع امروحك. خد القرار بقى ورحل من هزي العلاقة. يا رب تكون القراءة عجبتكم والقراءة للمرة الست ومئة. ممكن تكون عكسية. شكرا لكم يا رب ومسيديكم.